أيضا معي في هذه اللحظات تلاعب النادي الأهلي باكماني مالامبي باكا, كيف أنت؟ مفايني نيومن دعيني جيدا عنك اليوم ليس اليوم ولكن اليوم لما في القرآن وكذلك نفس المقرآن لقد حدث ممتعا كنت أفضل فكرة وفتلت بضع فكرة جميعا من تلك المقرآن هل أف its own about two matches؟ أعتقد أنني أمتعا منetic المساعدة الأمام بأعادة يريد أن أستخدمه ويأتون أن أستخدم وإنكي هؤلاء أخير ابتلا سيد، أحمد فاتي وهم يسعرون أن أفعل تسجيل ويأتي لأخير لأجب أن أستخدم ويأتي أن أتمنى حول قليني عن المميزة بينك واجيينيين وابتلا سيد المميزة المميزة بينك واجيين وابتلا سيد نتكلم أننا تم فضح جيدا's ولكنه نعرف رائع ضد الأبزال ولكننا نقوم بسجارة ولكن في سطح العربية نحن نحن نقوم بمشاركة نحن 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 بسجارة وهنا نحن نحن لدينا كشف ورحمة اللغة من الناس في مدارك رأيك أنك어지ت مدرات بالكامل في سطح الأرب تخبرينيك وكيفية عمباساتك في المعارضة تأتي مع المرات الأولية وكثير من تفضلاتك كم الجنسينا نريد أن نرى تفضلاتك ومعروض الأولي qui يرى تفضلاتك أعتقد أنني في صحيح حول مرة أخرى وأنا أردت أن أقوم مرة أخرى وكذلك يمكنني أن أشعر في مدعوضييييييتي ويجب أن نرى التفضلات لدينا أيضا ما يشعل لدينا مجموعة لتعبير 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 ويجب أن نعيد من المساعدة ويقوم بإمكانك المساعدة كيف حقاً لديك أخي؟ لديك أخي أخي باسي مالي جاي والد أزارو سليا لديك أخير بسرعة كل مجموعة شكراً لك شكراً لك شكراً لك لقد قمنا مع باكماني مالمبي أحد نجوم النادي الأهلي ويمكننا في البداية سألتوا عن الأداء الجيد بالنسبة له مش بس كمبارات النهاردة لأ أيضاً في المبرارات الصابقة أمام المقاولون العرب وقدروا أن يحرز هدف ويصنع عدفين قال لنا يعني مبسوط أن أنا بأدي في شكل جيد مع النادي الأهلي في المباراتين دول خصوصاً بعد مجاز الفن بكادر كابتن حسام البدري أعطاني الفرصة للمشاركة لازم أستغل هذه الفرصة للفوز في هذه أو طبعاً الأداء جيد جداً مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وأكيد أكيد أنا بطمح أن أنا حقق المزيد من البطولات أو حقق بطولات أخرى مع النادي الأهلي سواء بطولة الدوري السنادي أو إن شاء الله البطولات المختلفة اللي هشارك فيها مع النادي الأهلي أيضاً سألته عن الهارموني أو الانسجام ما بينه وبين عبدالله سعيد وأجعيب قال يمكن فعلاً في انسجام ما بينه وبين لعب النادي الأهلي هم أكيد بيشتغلوا تحت منظومة واحدة زي ما هو قال وأنه هو أكيد بيستغل هذه الانسجام للتقلق وكله أكيد في مصلحة الفريق بشكل عام أيضاً سألته عن أقرب أصدقائه وقال يمكن كلهم أصدقائي خلاص سواء سولية عمر سولية قال وليد أزارو قال أكثر من لعب من لعب النادي الأهلي أنهما خلاص بقوا في انسجام وصداقة ما بينهم خلال الفترة المقبلة أكيد شيء إيجابي بالنسبة لباكامانيو مالمبي وأكيد نتمنى له كل توفيق مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة واستمر النادي الأهلي في حصد النقاط والفوص ببطولة الدورية العام ترجمة نانسي قنقا